إلى المغرب الآن حيث كشف التقرير السنوية الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر بأن المغرب لا يفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر رغم الجهود التي يبدلها في هذا المجال المغرب من جهته أكد اعتماده استراتيجية وطنية للهجرة والوجوء والمصادقة على القانون المجرم لهذه الظاهرة إلى جانب استحداث لجنة وطنية خاصة بهذا الموضوع على الأطلس بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط تقع إحدى المنافذ التي كان يقصدها أمين رفقة بعض الشباب أملا بالهجرة عبر ركوب أمواج البحر للوصول إلى الضفة الأخرى قبل أن تفرض السلطات مراقبتها الصارمة على طول الشريط البحري المغرب وضمن مساعيه لمواجهة الاتجار بالبشر ومع تزايد محاولات الهجرة غير المشروعة ومهرب المهاجرين إلى أوروبا عمل في العام 2016 على إقرار قانون يجرم الظاهرة هذا القانون لشكل دفع نوعية وانقلة نوعية في محاربة هذه الجريمة يكفي أن أشير إلى الأرقام أنه سنة 2017 السنة الأولى لتطبيق هذا القانون كانت 17 قضية 2018 كانت عدنا 80 قضية 2019 151 قضية نصدر القانون 27-14 الخاصة من ناغذة اتجاب البشر قمنا بتحليل ديالو وقفنا عند الإيجابيات ولكن أكدنا على أن هناك تغارات اللي هي مهمة ورفعنا توصيات المسؤولين بالمسبة للتحسيس نقوم بورشات الشباب كي نعرفوا بالطاهرة قمنا بإنجاز دليل كأن هناك كابسولة للتحسيس مجموعة من الهيئات الأهلية الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني انخرطت في محاربة للتجار بالبشر بالتوازي مع الجهود الرسمية من خلال تشكيل لجنة وطنية تعمل على التوعية المجتمعية إضافة إلى فرض مزيد من التشريعات القانونية للحد من هذه الظاهرة الجناب تأخذت مجموعة من التدابير سواء من حيث الاشتغال على التشخيص الوضعية للتجارة البشر في المغرب وأيضا من خلال الاشتغال على مستوى لجان موضوعية على مواضيع متعددة منها التقوية للمنظومة القانونية تعزيز تعاون الأمن والقضائف في هذا الإطار وأيضا ما يرتبطوا بالبحث على سبل للتكفل بالضحايا والتعرف على الضحايا ومن المرتقب أن تقوم ذات اللجنة بنشر تقريرها السنوي الأول تخليدا لذكر اليوم العالمي لمكافحة للتجار بالبشر من أجل التعريف والاطلاع على المعالجات الأمنية والقضائية والاجتماعية ورصد حجم الظاهرة بعد تزايد شبكات التهجير والاتجار بالبشر تعتمد السلطات المغربية مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والتشريعية لمحاصرة الظاهرة وتجريمها فاطمة البكاري الحرة الرباط للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من الرباط الناشط الحقوقي المغربي ورئيس المركز المغربي لتفكير وتطوير أشرف طريبك سيد أشرف أهلا مرحبا بك بداية لماذا يصل التقرير السنوي الأمريكي لهكذا نتيجة نتيجة أن المغرب لا يفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر رغم الجهود الحثيثة المغربية في هذا الإطار نعم بالفعل المغرب مؤخرا في خمس سنوات الأخيرة قام بالعديد من المجهودات والإجراءات سواء على المستوى القانوني بتسميم مجموعة القانون الجنائي بالقانون 27-14 أو على مستوى التنظيمي بخلق اللجنة وطنية لتنسيق جهود مكافحة التجارة بالبشر أو على مستوى حماية المبلغة إلى آخرها ولكن كل هذه الإجراءات للأسف الشديد تحقق نتائج شبه كمية أرقام يراد منها تدخيم التقارير فقط ولكن على المستوى النوعي لا زالت هناك إكرهات كبيرة جدا ولا زالت هناك نتائج دون المستوى المطلوب في المغرب والسبب في نظره يرجع إلى عاملين أساسيين أولا لا ننسى أنه نحن الآن في ضل جائحة كورونا يعني هناك أمرا أساسيا الأمر أول هو تواجد العديد يعني مئات الآلاف من المغاربة الذين هم الآن تحت عتبة الفقر وبالتالي أوضاعهم للشماعية هي من تفرض عليهم أن توجه نحو شبكات الهجرة السرية وأن يكونوا ضحايا لمثل هذه الشبكات شبكات التجارة بالبشر أيضا توجه نحو شبكات الضعارة الجنسية أو شبكات التسول أو غير ذلك الأمر الثاني وهو أنه لا توجد هناك يعني إجراءات صارمة تجاه الأسر أنا أنطلق من المثال فقط يعني عندما وقعت الأزمة ما بين المغرب والجارة إسبانيا لاحظنا بالللمئات من الشباب والقاصر المغاربة توجه مباشرة إلى حدود مدينة سبتا من قصد الهجرة وبالتالي وهذا الأمر يقع بتجيع من الأسر نفسها وبالتالي لا توجد داخل مجموعة القانون الجنائي إجراءات صارمة ضد هذه الأسر لكونها هي من تشجع أبنائها نحو سواء الارتماء في شبكات الهجرة السرية قصدة حسينة أوضاعها أو شبكات الدعارة الجنسية أو السياحة الجنسية للأطفال إلى آخر ولكن ألا تعتبر أن اللجنة المخولة بهذا الملف هي من تتحمل مجمل المسؤولية حول نتائج هكذا تقرير سنوي لأمريكي يعني لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات عدة يمكن اعتبارها بأنها أخفقت ربما في هكذا مهمة؟ بالنظر إلى اختصاصات هذه اللجنة سنجد أن لديها اختصاصات استشارية دورها هو إعداد تقرير سنوي وأيضا إعداد بعض المقترحات من أجل تطوير المنظومة القانونية ولكن بقراءتنا لتشكيلة اللجنة سنجد أن الوزارات أو القطاعات الحكومية تكلف أشخاص الموظفين حتى يمثلوها داخل هذه اللجنة يعني لا تعطيها اعتبارا أساسيا لا تضم في عضويتها وزاراء أو كتاب عامين قادرين على تحمل مسؤولية هذه القطاعات خصوصا التي لديها سياسات عمومية وقطاعية موجهة نحو فئات وشرائح المجتمع المغربي وأيضا كما قلت هي استشارات هي اختصاصات استشارية لا تصل إلى مثلا دور التنصيق مثلا مع مؤسسات نيابة العامة من أجل تقوية القبض على هذه الشبكات أو تدعيم الإجراءات القضائية أو الأمنية بشكل قوي جدا فأنا أعتقد أنه اللجنة في مرحلتها الأولى لم تشفي الغليل وفقط هي أصبحت مثل العديد من اللجندات الطابعة الاستشاري فقط لا تملك قدرات أو اختصاصات تنفيذية تصل إلى تحقيق نتائج نوعية في هذا الغرض لا أنسى أيضا أن أتكلم أن موقع المغرب في شمال إفريقيا وفي مواجهة القرى الأوروبية مهما كانت الإجراءات التي يمكن أن يتخذها فهناك صعوبات كبيرة وكبيرة جدا لاحظنا أن شكل هجرة مثلا لم يعد يقتصر فقط على شمال المغرب هناك من الوسط كما جاء في التقرير يعني مدينة سلا أو مدينة الرباط وهي العاصمة المتواجدة وسط المغرب ولكن رغم كل ذلك يمكن أيضا هناك من الجنوب يعني في الأقل المسحرانية هناك من الأقل المقرى بكثيرا ازدياد هذه الظاهرة وكون المغرب تحول إلى بلد يعني استقبال ومعبر وتنقل يعني زاد من تدخيم هذه الظاهرة وعدم سيطارة المغرب عليها بشكل النهائي لازلت تسمعني أليس كذلك؟ نعم أسمعك ممتاز قلت لك أن القوانين التي أقرتها ربما المملكة المغربية ليست كذلك بجديدة في هذا الإطار ولكن كانت قد طالت هذه الإجراءات انتقادات كثيرة بحكم أن الإجراءات كانت أو العقوبات كانت مشددة تصل إلى 30 سنة الآن ماذا عليها أن تقدم الحكومة إجراءات أكثر سرامة بخصوص هذا الملف جميل أنك أترت هذا الإشكال القانوني يعني المنظومة القانونية المغربية هي عقوبتها مشددة جدا بمعنى تصل عقوبات مشددة إلى 30 سنة ولكن الإشكال داخل المغرب هو تطبيق القوانين هو عمل لمؤسسات الأمنية هو التنسيق مع مؤسسة النيابة العامة لا ننسى أمرا أساسيا لا بد من لفت الانتباه إليه هو أنه تم استعمال بعد التهم التجارب البشر ضد صحفيين وإعلاميين كانت سياساتهم وخطهم تعبيري معارضا للنظام السياسي وأذكر بقضية صحفي توفيق بو عشرين الذي تم اتخاذ تهمة التجارب البشر ضده من أجل تشديد العقوبات الدولة التي وصلت إلى 15 سنة أعتقد أنه في المغرب ليست أزمة قوانين المغرب لديه منظومة قوانين قوية جدا لكن الإشكال هو على المستوى التطبيق على المستوى الممارسة على المستوى التنفيذ على المستوى التقافة المجتمعية على المستوى الآليات التحسيس كل هذا هو ما يمكن أن يحقق نتائج أفضل في المستقبل كل شكر السيد أشرف أطريبك الناشط الحقوقي المغربي ورئيس المركز المغربي لتفكير وتطوير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك